مع احتدام المعارك بين قوات جبهة تيجراي وقوات حكومة أبي أحمد وسط تقدم المتمردين واقترابه من العاصمة أديسابابا دخل الاتحاد الإفريقي على خط الأزمة حيث حذر من مغبة انزلاق إثيوبيا نحو دوامة التفكك على غرار ما حدث في ليبيا، الصومال، وسوريا بسبب تصاعد حدة الحرب الأهلية الدائرة رحاها في البلاد. حذر الاتحاد الإفريقي في محله نظرا لأن الأوضاع في البلاد لا تزال غير واضحة رغم محاولة الوساط التي يبزلها الاتحاد الإفريقي عبر الرئيس النجيري الأسبق أولوسوغون أوبسانجو وكذلك محاولة المبعوثة الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ومحاولة دول الجواب مثل كينيا وغيرها إلا أن الوضع ما زال غير مطمئن. في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد جراء استمرار القتال بين الجيش الإثيوبي ومتمردي تيغراي، يتربص الجوع بسكان المناطق التي تشهد معارك طاحنة. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دق ناقوس الخطر وحذر من انتشار المجاعة. مؤكدا أن أكثر من تسعة ملايين شخص باتوا يواجهون شبح الجوع بسبب الصراع المستمر. تحذير الأمم المتحدة من انتشار المجاعة في إثيوبيا فإن الأوضاع مأساوية وأصبح شبح المجاعة أمرا واقعيا لأن الصراع دام لنهو عام كامل وأن معظم الإثيوبيين يعتمدون في حياتهم على الزراعة التي تدهورت بسبب الصراع الدائر في البلاد. وأمام تواصل المعارك في جبهات القتال بين المتمردين والجيش الإثيوبي دعا الاتحاد الإفريقي موظفيه إلى مغادرة أديسابابا والعمل عن بعد بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة وسفارات غربية الموظفين والرعاية لمغادرة البلاد.